ألهت البورصة المصرية وتعملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بترجع جمعي للمؤشرات بدوط ببيعات المتعملين الأجانب وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700 مليار و95 مليون جنيه على سعيد المؤشرات انخفض مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 61.100% ليغلق عند مستوى 10.678 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متسوي الأوزن بنسبة 61.100% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة كما هبط مؤشر إيجي أكس 100 متسوي الأوزن بنسبة 71.100% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه 25 قرش للشراء 18 جنيه 38 قرش للبيع كما سجل اليورو 18 جنيه 98 قرش للشراء 19 جنيه 12 قرش للبيع في حين وصل الإسترليني إلى 22 جنيه 26 قرش للشراء 22 جنيه 42 قرش للبيع من نسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه 97 قرش للشراء و 5 جنيهات للبيع وسجل أيضا الريال السعودي 4 جنيه 86 قرش للشراء 4 جنيه 90 قرش للبيع في أسواق المعادن النفيسة تراجع الذهب العالمي مسجلا 1848 دولار للأقية أما على الصعيد المحلية فقد خسر الذهب في مصر قرابة 90 جنيه حتى الآن مع تراجع نواضح على مدار 24 ساعة الماضية وذلك في ظل تراجع سعر الدولار بالسوق حوالي 11 قرشا وكذلك هبوط الدولار في السوق الموازية وسجل عيار 18 نحو 960 جنيه وسجل عيار 21 نحو 1130 جنيه كما لامس عيار 24 نحو 1280 جنيه ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9040 جنيه ترجمة نانسي قنقر